اشتركوا في القناة انك ترتبط او تبقى اعزب هيدا قرار مفصلة لازم تاخده بحياتك بس انك تبقى اعزب لانك اسير حب حياتك هون تطرح علامة استفهام حلقة الليلة من حياة الدراما بتسلط الضوء عن حالة غير صحية عم بتصيب جزء كبير من المتزوجين وبين العزوبية الالتزام والخيانة بيوت عم تتهدم حلقتنا الليلة بعنوان اعزب دهر وديوفنا اللي راح يشاركونا الحوار الليلة الفنان الياسر رحباني اهلا وسهلا فيك اهلا فيك استاذ بجراحة وامراض الفم بالجامعة اللبنانية دكتور زياد مجين بونسوار شكرا لقلي الاختصاص بالارشاد والتوجيه الزوجي والعائلي دكتور رائد محسن اهلا وسهلا فيك مفكر وباحث بعلم الدماغ دكتور انتوان سعد مساء الخير رح نتابع للدراما سوا ومن بعدها منعود للستوديو اشتركوا في القناة 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 لماذا جيت مبارح؟ لماذا تلفنتلي لقلي نور وقلتلي انك مانك جاية؟ نور؟ شو عملت انت وياها؟ صرتو؟ انبسطتو اضحكتو اكيد؟ شو لكان؟ قلتو له بعض قصص حلوة؟ نور اجت لهون؟ اجت لهون قضيت الليل عندك؟ نور طلع فيني طلع فيني نور بدي شوف عيونك عم بعمل اللي عم تطلبيه مني هدا مش انت هيك بدك؟ مش انت صارلك شهرين مش سمحتيلي اني حطت ايدي على ايدك على اساس فريلزم روح اتجوز واعمل عائلية وجيب اولاد؟ مش هيدا اللي طلبته مني هلا؟ انتي ليش مضايقة مش عم بفهم؟ انا مش مضايقة اه؟ لكن شو؟ نور شوفي عم بسعلك ليه ما جيت على العشا يارا؟ يارا سألت عنك واكيد زعليني منك لا لا يارا ما زعلت مني بالعكس اتصلت فيي ومبسوطة انه انا و جيان على علاقة على اساس انه انا مغروم مش مش زعليني ابدا مغروم انت مغروم؟ انت مغروم؟ انا مغروم فيك انت من تسع سنين من اول لاحظة شفتك فيها و انا مغروم فيك وللأسف لا انا مغروم فيك اكتر من قبل هيدا انا هيدا انا هيدا وبي هيدا عمري هيدا حياتي هيدا بيتي اللي عم تحس بالزام دايما لانه فاضي عاساس انا لازم اتجوز وجيب اولاد وعبيه بس هيدا البيت انا بحبه كتير مبسوط فيه كتير بتعرفي ليش لانه بتذكرني فيك كل زاوية فيه بتذكرني بكل لحظة حلوة عشت فيها معك متل اللي مجانير خلاص نور خلاص انا مبسوط والله العظيم مبسوط و مكتفي مبسوط مبسوط أمرك عم بتيع لازم تعمل عيلي لازم مبسوط مبسوط انا قبلت رح حاول اعمل عيلي مع جيان هل تجوز جيان هل تجوز جيان هل تجوز جيان شو؟ نور نور ماذا؟ ماذا؟ هل تجوزها يا شيان؟ ماذا؟ ماذا؟ هل تجوزها؟ ماذا؟ ماذا تقتل لك؟ ماذا تقتل لك؟ ماذا تقتل لك؟ سوف نستفيد من الفرصة واطلع الضائعة والله أنا هاك عمفكر طالما ما في مدارس بل كي منقضي كم يوم عند أهلي منغير جو وانت كميك شو راح تعمل؟ والله أنا عمفكر بشي سافرة أنا وهلال حالنا يا عيوة حسين عن الزيد يعني أعوذ بالله أعوذ بالله؟ لهالدرجة؟ أنه هلال أنا عم بعرض عليك شي كتير حلو كل مرة بتتمنى تسافر هي وجوزها يومين تلاتة تتعامل سياحة وشوبين بس أنا ما بترك ولادي وبروح مطرح طيب ناخدهم معنا هيك هيك ما في مدارس بشرفك كاميل كل مرة بكترجع لنفس المواضيع اللي بتسبب لنا مشاكل هو موضوع واحد هلا أنا وياك كسرنا كتير بعيد عن بعضنا من زماني كتير وهيدا شي عم يزعجني أنا هيك كاميل أنا هيك يا عمي حلك تتعود علي كل هالتفاصيل هاي دي ما بتهمني بس يا هلا بس شو؟ ناقصك شي؟ في شي عم بأثر فيه؟ مش عم بقوم بكل ويش باتي معك ومع الولاد؟ أنا ما بدي ويش بات يا علينا كاميل خليك قاعد أنا قيمة نام موسيقى 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 ايه 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 امتى عملية مرة يا ما قلتني سيبت عييبك مرة يا استاذ بعد ثلاثة ايام اه عمزة ما تنخذني لايك اروح عالطل ورجع بس خلص العملية اطول عمرك يا استاذ الله يفرحنا فيك بس لايك عشر بتجيب معك بقلاوة ايه ان شاء الله بنوزع بقلاوة بيوم فرحة ايه 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 غريبين الشباب بهالمعمل كلما فتت وظهرت نفرح منك يا استاذ نفرح منك يا استاذ نفرح منك يا استاذ النياب يتجوز بفراحة ما في فرح ابتل كيف ها ايه انه بيعتبروا انه ايسا ايه 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 خلقتك ايه اوك بتنا الحفر يلا يلا جمالك انا جمالك انه ضيعت العشان انت ما اقول انك اسلام لي خريتك انا جمالك انا جمالك اشتقتلك انا كثير اشتقتلك اشتقتلك لكن انا اقولك بس اظهر منهم لا 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 انا اختي كريم عن تحكيم العيون انا بخلصوا بحكيك ايه بس ضلووا تجع تحكيني اه ضلووا لدي انه بيعدي موضوع كثير منه اوكي اوكي خلص بخلصوا بحكيك تغريك طيب حبتي يلا باي باي ايه خبرنا شو عنا بكرا اوكي يلا اوكي يلا اوكي يلا اوكي يلا بعتذر لأنه اليوم كنت كثير مضغوطة. لا 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 ما تجي لعندي. أنا بلاقيكي، أنا بلاقيكي. إنتي وين؟ وين؟ إيه تاب يالله. بعد شوية بجي لعنديك يالله باي، باي. كريم، يالله. مقيمة، ملاحظة. ماشي. بعدني مع كريم لهلأ بالمحال. شو عم تختروعوا باروت؟ قل لي، كنت عايزنا بالشي ضروري؟ لا، أنا بكرة وبعد بكرة ما عنديك فرصة، فعنفكر كنت بظهرة أنه ليكي بشي مشواري، يعني كون فيه مع بعض. ما بعرف، شي مشروع عليك حلو، نقضي مع بعض فيه. لك ما كمين قال لي لأنه سيفر، بس أنا أكيد ما قبلت. إيه، عال عال عال، إذا حبيب تفرص، أنا بعرف كيف بحكي معه. وبقناعه كمانا، ما تعتليه. أوكي. طب لايكي، ما تطول عليّي، أنا رجعة للصفية. يالله، ما أترك حبيبتي، باي. باي. تتشتق بالجب؟ وأنا كمان شتقتلك. كان عبيلاء أسألك سؤال. إيه حبيبت تسألك؟ فيه عالف ليه ما بتحب أن أذهب بيتك؟ لا 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 لك لا تشوفوط حكي رحبك دعبان ومطبع عالدي تبقى الحدود من ذات المهم على الحديث سمعيني بدي تطعطيني يوماً لشين ما بدأ نروح على شيء مطرح ليخطل عالد فرصة هنجاد؟ أنا وياك؟ يا حبيبي أنا وياكي وأصحاب إنه أنا تكرمي لك لا نروح على شيء مطرح حالنا معك من إني الأصحاب؟ أه 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 غرفي للمدام والمشيور غرفي لالدوموزيل وغرفي لالي انا بدي عزبك، الغرفة تبعيتها تكون مطلة لأن مرته هلا بتحب كتير المناظر الحلوة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ليس معقول شو هذا المطرح الحلوة نيح اللي رجعتها غيرتها رأيك و جينا انا وياك بحاجة كتير لهك هان كميل تصل بالولاد تطمن عنون وقالوا انووصل ولكن تكرم عيوني اشتركوا في القناة 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 طيب يلا حبيتي يلا بسي تيبك وانا بجي لعنك هلا وليه ما قلت لها الشي نحن عم نتعشها قل يلا انا جي لعنك جي لعنك هلا بيكي اوكي باي باي محبين نسة جانش بيكي كيفة لأنه لست لم أهدا سبب عم بسألك سؤال نطرة جواب سؤال كتير بسيط ليه لما كنا كلنا سوا ما قلتلي قدام الكلمة تشلح تيابك بدنا نصهر ما خطر بيبالي ما خطر بيبالك قبل انه لازم نصهر خطر بيبالك انه لازم ننام كل واحد بقودة ونرجع بكرا نقوم ونتجمع ونبلش بنهار كلنا سوا هدا لي خطر بيبالك وبده كان يصدق يلي عم تقوله نور لا نور لا حبيبي انت ما قلتلي لانه هلا مكت عم تفارقنا ولا ثانية ما كان بدك تقلي قدامه كرميل ما تجرحه كرميل ما تتخانقه جهان شو عم تحكيه شو قصدك شرفك نور انا مني ولاد صغير انتو مغرومين ببعض كنوا هيدا شي واضح مش عم بفهم جوزة كيف قبلين بهالوضع هيا جهان انت عارفة حالك شو تتحكيه إذا عارف ومطنش مصيبة وإذا مش مشتلق مصيبة أكبر سمع نور أنا صحيح ما صار لي زمان بعرفك وصحيح إن جذبتلك من أول مرة شفتك فيها وصحيح إنك عارف تخبي كتير من حلقتك بهالمرة وكيف تحميها بس الحمدلله إن قدت بسرعة إكشف كل شي أنا مني مستعد إتقاصمك مع مرة تاني أبدا لكن لا وكان في علاقة من تسع سنين مش علاقة مجرد علاقة يعني لمدة سنتين بس ورجعنا لصننا أصحاب كان في علاقة من تسع سنين وبعدها لهلأ نور أنتو مغرومين ببعضكم وأنا ما بحستكم عهد الوضع أنا رحق بق معاكم هاليومين كرميل ما أنزع لك الدنيا كرميل ما سبب لك بأي مشكل بس من اللحظة اللي مننزل فيها من هون بتمنى أنك ما بقت تتصل فيي أبدا وتنسى أن احنا تعرفنا على بعضنا أنا بحبه إيه بحبه صدني تسع سنين بحبه صدني تسع سنين بتحبني نحب بعض نحب بعض كتير جربنا أنه نطلع من بعض مش عم نقدر بك إيه بحبه 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 ماذا أفعل؟ طبعاً أنا كنت واحدة من هالتجارة ما هيك؟ تركني إذا بتريد بد ينام لو ما بخاف أخرب عائلة كنت عملت فضيحة وكت فلت هلا وصرخت بوجهك وبوجهة وقلت لكم أني بكرهكم بس مسكينها لمعطر اللي نايم بتاخد مع مرة بتفكر برجال غيره مسكينها لولاد اللي مخصن بشي تركني إذا بتريد موسيقى موسيقى المصح موسيقى اشتركوا في القناة 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 حبيبتي معمل وموظفين ومئة ألف مشجل فؤراسة بإعطيك ألف عافية والله بعرفيما أصرينا أنا بدّي أغيرها تعال يا حبيبي تعالها خلص خلص أنا بدّي غيريديق إمتّا بدّك تحكي京京كن يا ماما مش عارفك أنا ما عم حكيته يعني لازم توجهيه بالحقيقة وما تخافي منه أنا بس احكي معه بسكتني دغري واجهيه وقليله إنه كل الناس ريعرفوا إنه هو مصاحب مارد صاحبه مرد صواتيك ما بدنا مشاكل اليوم مش عارفك أنا ما عم بفهم إنه هي تربي ولادة وتكبرون وتأمن إخرتها وابني ضر ريكد وراها من ميلة لميلة متل المجنين وعايش ببيته لحاله الله ما قاله بيقلي عقلي روح لي عنده أقبرة وفهمها بالمنيح بالوحيش إنها تهل بقى عن ابني يعني ما بعرف هلو صح تجننني يعني طيب معقولي جوزة ماش حاسيس إنه كل الناس حاسي وماما وخبر هو الوحيد بس أكيد مش حاسس يا عمي كيف بتو يحس معقولي يكون حاسس ومش عم بيقول كاميل؟ أصلا أنا بعرفه كاميل ما بيخطر بباله هيك شي ليش هالقد متأكدة؟ لأنه أنا بعرف أنا بعرفه لكاميل ولا ممكن هو كاميل عطم مش حمار هلا يا عمي إنت اللي عن تحكيني هيك اليوم كاميل قيللك شي عن جديد قليلي إذا بتعرفي شي قليلي لا أكيد لا بس أنا خايفة أولاد هالأيام شاتين إنه إذا كاميل على نياته ممكن أولاده يحسوا عشي تعرفي أنت شو عم بتقولي؟ أنا إذا عرفه لأولاد بقته الحالي بلا ما أحكي أحسن بلايها أحسن إيه بلايها أحسن لأنك مثل العادة بديك تبهدليلي وبديك تقليلي إنه وأنا صادقة كنت بتترك كاميل وبرتجوز نور مش هيك؟ أنت هذه العادية زيتها اللي عطول بتعديلي إياها هذه مش عادية هلا هذه حقيقة واقع أنت لازم تصرفي هذا التصرف تصرف إنساني أنت لازم تقومي فيه إنساني؟ إيه إنساني شو؟ يعني اللي أنا فيها هلا مش إنساني ما هيك؟ لا مش إنساني لا هلا مش إنساني لا بالنسبة لجوزك ولا بالنسبة لنور وأكتر شي بالنسبة لنور موسيقى 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 صد اللي سياء writers Are going to ask me ؟ يا عمي، لماذا أود أنت بك يا حبيبتي أنا عامل معك شيء عمي أنا بديك بشيء بشيء يبديك بشيء يجاوبيني طيب مش عم بقدر تمر مش عم بقدر أدركك حبيب مش عم بقدر تتركيني نو بدك تتركيني و عم تبكي لأنه ما فيك تتركيني مش عم بفهم عليك شو قصدك يعني نو ما فيك تكمل هيك ما فيك تبقى هيك نطرني كل العمر انت كمان بحقلك تتجوز بحقلك تجيب ولاد بحقلك تعيش حياة طبيعية مع مرة طبيعية تظهر انت ويقدم كل العالم متل كل أصحابك بيعملوا يا حبيبتي صرنا مئة مرة حكيمي هالقصة ما اليوم مرة صرت أيدك يا عمي أنا ما بقدر أتركك يا عمي أنا بحبك أنا بحبك كل يوم بحبك أكتر من يوم أنا يا بدي اتجوزك انت يا ما بدي حدا يا بجيب منك ولاد يا ما بدي ولاد بحياتي بسايدة مش عدل ايه يمكن مش عدل يمكن مش طبيعي يمكن مش إنساني يمكن مش أخلاقي يمكن شوما كان بس هيدة الوقت اللي أنا عايش فيه من تسع سنين لهلأ جربت كذا مرة واخر محاولة كان جيهان خلص أنا ما بقى بدي أضحك بانية الناس لأني بحبك ما بقى بدي أتعذب طب ليش؟ ليش؟ عمي ليش شو حبيبتي ليه أنت قادر تضحي حلقت كرمالي؟ وأنا مش قادرة أتجرق طلق كرمالك ليه نور؟ ليه؟ هيدة سوعة أنت بتجيوب عليها مش أنا 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 عرفت جيوبك من زمان وقبلت فيه تناعت فيه أو لا هيدة كله مش مهم مش هيدة على الموضوع بس المهم إن قبلت فيه مش مظبوط بالأول أنت مقبلت إيه يمكن بالأول مقبلت جربت بس ما قدرت ما قدرت ما قدرت لأني بحبك ما قدرت لأني بدي أكون معك ما قدرت لأني جربت وما زبطت معي بعدين أنا اللي جيت لعندك أنا اللي جيت لعندك فا ما بحقل لي نفرض عليك شروط نور ما قدرت لأني صغيرا مش هادر أتركه هلا كبروا إذا بطلق بيهم بيختربوا بيديعوا لكيد رح ينقوا بيهم رح يعتبروني خايني رح يكرهوني ما أنا ما عندي سبب طلق كميل إلا أنه بحب رشالتاني هون مشكلة نور هون مشكلة يا حبيبتي هل هذا الشي صرت سامعه مت مرة قلتلك أنا قبلت معنى مش مقتناع بس قبلت ما تبتات ابني نمنت يا أول لا، ما بحبك تركي قدم بوتها لك كيفيك انتوانيت؟ بجل كيفيك؟ صرت ضعفاني 8 كيلو اين بيّن؟ شو خاصة عن إحنا إذا قلت ضعفاني 8 كيلو شو نحنا بروس تخيفي كاكلينا؟ داولو وصفنا شغولي شوي تيك ألا فعلا شو ضعفاني؟ شو عم نلعب؟ كيفي؟ نيحة كتير لبقين لي تعال 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 كيفيك؟ عدوا عدوا خلونا نطلق ونحكي اه عند حكي سيبوبونات يلا يسترنا من حكي سيبوبونات ايه وضعفاني 8 كيلو مش حعير ايه مش حعير تفضل خبريني كريم؟ كريم؟ شو؟ يلا بابي يلا منمشي وين المام؟ المام جاد عليها شغل يلا هلا بتلحانة بس تخلص طب ليش هيك المام يعني؟ عن جاد انو متضلها مشغولة ومدرش وعندها ما هي ما بتشتغيل توقي يا بابي عندها صح بيتها هلا بس خالص بتلحانة شو صح بيتها؟ وين اني صح بيتها؟ ريما ومدرمين؟ انو كل ما بدنا انا عمي شغل بتلعها مشغولة؟ انو ليه يعني؟ ليه يعني؟ انتو بتعرفوا انو انا يعرف اونتونات معرف فوتي بالموضوع دي غريك لديه المقدمات كلها معرفها بعدين انا وهذا لو انو نوسق فيك ما كان اخبرنيك يسلم من زماني وكل التفاصيل احكي اختك عزمتني على الغضاء وكانت امك هنيك يا عين خلص ما بقى بدي اسمع لا بدك تسمع امور قولي اونتونات حبيبتي هذا الموضوع صارنا حكيين فيه مئة مرة مصبوط مصبوط بس لو ما في شي جديد ما كانت جبتنا اونتونات لهنا تخبرنا مصبوط هالمرة حسيت ان القصة كتير متطورة اختك حكيتني بغير طريقة وامك كمان حكيتني بلهجة كتير قاسية وطلبوا مني احكيكم وخبركم هني شو عم بفكروا ايه شو عم بفكروا ايه شو عم بفكروا بالفضيحة شو؟ شو يعني؟ امك عم بتقول ما بقى رح تسكت حتى لو بدا تضطر تفضح هلا قديم الناس وجوزة بدا تخلصك منها لمصيدك هي قالت هيك؟ لا لا امي بتحكي كتير ما بتعمل شي ليش ما فيها تعمل شي نور اكيد فيها تعمل انه كيف فيك تمنعها يعني تقتلع مثلا انه هاي دي ام وعبتفكر بمصلحتك وخايفي شي نهار انه قصتك طنف ضيحة وحدا يقزيك جوزة لهلا خيا بايا ابنا خلص انا رح اقنع امين وتركنا بيمشى الحال تقنع؟ كيف باتك تقنعها نور؟ ما انت معي ومع عائلتي على طول؟ بطل بتبطل؟ هيك؟ بكل بساطة بتبطل؟ طب انا شو ببرر لشوزة؟ شو ببرر لأولادة سبب غيابك؟ مظبوط هلا معها حق نور بعدين اكتر من هيك نور انا كيف بات بشوفك؟ شوي عندك بالبيت؟ يعني مثل الحرامية؟ ما لم يتعود بشوفك؟ لايزم تتعوز مور؟ عزا تتعوز ال كلها المشاكل بتنحل حتى كريم بلاش يسأل ويعاتب بيرح لما تغذينا مع عطونات ما عشبه زعي قال كيف تتغذى برا صار يقول قصص جاوزي خبرني جاوز نور جاوز دولي جاوز صار لي بزميع الفكر فيها عادي ايه من لما سمعت كل العالم عم يحكوا ادي سكرترتك مغرومة فيك ايه بس دولي أصغر مني بكتير وما بتعنيلي بشي يكون أحسن نور أمك مع حق إذا تشوزت أنت وأنا وميرتاح أكتر لما أنت عارفة حالك شو عم تحكيه؟ ايه انا اللي عارفة وقدرة تتحملي تشوفيني بنفس التخت وبنفس البيت مع واحدة؟ نور انت مش متحمل هالشي؟ بس أنا تعرفت عليك هيك بس أنا مش ممكن كون قلنية لهالدرجة مش ممكن ما أنه أنت بتعرف أنا أدي عم بموت من جوه بس لازم تتجوز روح تجوزها 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 ممكن تجوز مين؟ ممكن تجوز مين؟ ممكن تجوز مين؟ لما بحب عقلك؟ ممكن تجوز مين؟ طلع بيني هون؟ طلع بيني هون، أتأخذي، أشفاء здоров ويمكن انت أصلاً ما بيعش بك شي ريما انا شو مستنزز اقرف لك على الفكرة الحلوة انه عم بتزيدوا على الحيا حبكم واخدة مسكينة اسمها دولي يا عم هي بتحبوه وهو بحبك وجوزك بحبك وانت بتحب نور بشرفك هلت خلص مش قدر اسمع شي بقى مش حرام عليكون شو بتحبه تشربه سرط عيدتك خمس مرات كبير شو برح تغيري فكرك وتجمعي خلص كبير سرسقلني الف مرة مش شايفني اليوم ماني طيقة حالي طيب يا حياتي مبادة هلقى التعصيد خلص انا بس يقصه لقيته برجع دغري خلص حبيبي يالا باي انا بحب عادة الارض تتضيق لا ما تعدى على الارض ليش انا اصلا ماني مرتاح لسهرة البيت اليوم مش مرتاح كيف مش مرتاح لسهرتنا بالبيت انا طبي عقلبي عبيلي اظهر من البيت بتعبيلي روحي شي محل ارتاحي شوي يعني ولاش ما قالت انت اصريتي انه واذا اصرنا بالبيت من اول ما بلشنا نطهر انا وياك بعد ما اصرت بايتك ولا مرة انه حبيت زور بايتك انت حبيتي بوقت غضعت و انا مدايقة شو فيه نور شو فيه قلة شو هي المشكلة خبرني اياها لعالمشكلة انا ايا مشكلة عم تحكي انا ايا مشكلة يالي جويتك انت منك منيح كنت مرتاح اكتر واتكنت سكرتيرتك و بس انت مضطر تخبرني هايت اللي كنت تحبه وتبعت لها ميساجات واتساب واينا كيف اختفت فجأة ليش افترقت وش صار كانت قصة كبيرة وحب كبير انا بعرف انا عشت هالقصة على شهر وين ايا مين ايا ليش تارتك وقررت فجأة تظهر معي ليش اذا بتريدي دولي بتمنع عليك انه ما تسألين شي عن حياته الشخصية كيف يعني ما بدك حدا يحكي بحياتك الشخصية انت قلك علي من هلق وبعدين بس بالماضي ما قلك علي قبلا طبعا هيدا اذا الماضي كان ماضي بس لما يكون الماضي بعده حاضر انا ما بقبل بهالشي مش مزبوط هيدا اللي كنت تحبه بعضك بتحبه نور هالشي واضح واذا مفتكر انه انا نسي كيها اه هيدا مش شغلتي حبيبي انا بدي حب شاب يكون بيموت فيه وحلمه انه اسهر معه ببيته لحالنا مش اذا اسهرت معه ببيته يطبق عقلبه ليك نور خلينا اصحابه بس واذا هالشي بديقك انا بدي استقالتي من الشركة كمان افكر منيح بقصة الشغل ورد علي خبره اما بالنسبة لقصتنا فاعتبارها خلصت هلا ما بعرف اذا اصلا بلشت لتخلص مرحبه ازاتي من شغل المرحب مرحبه ازاتي من الفنت المرحبه ازاتي من المناسب هلا كان بدأت أقعد على الأرض بتلما أنت بتاعدي قلت له مش أنت بتاعدي على الأرض مش أنت بس حبيبتي بتاقعد على الأرض وأنا بنامع حرجة وبتلعب لي بشعراتي حتى دائم وتقول لي بحبك حبيب أنت خلاص فلت فلت وعرفت أني أنا ما بحبها انت بتاعرفي ليش لأنني مش قادر أني تكذب مش قادر أني تكذب والله العظيم مش قادر أني تكذب والله مش قادر أني تكذب يا نور روء يا قلبي قل لي شو ثار خلاص فلت ما بقى حدا رح يلعز البيت إلا أنت أنت ست البيت أنت نور خلاص بقى خلاص ما بقى تسمع ولا كلمة خلاص خلاص أنا بكرة رح روح عند أمي وإقناعها أنه نحنا تركنا وما بقى بديك تتعتها الإهم هلا أنا مجوز أنا مجوز وعندي أولادي وأنت أنت مرتي ويارى بنتي وكريم ابني مش أنت أمم هليني أولادي أنا بحبك 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 أنا بموت فيك بحبك يا مان بحبك عم تحكي عن جد؟ بحلوف أمي كيف تحلوف أمي؟ شو أنا كذب؟ شو مرة كذبت عليك؟ يعني خلاص؟ تركتها وخلاص؟ آي خلاص طفعت عن وياها بعدين هي مقتنع أكتر مني وأنا وياها برنا وأولادي كبرو خلاص بكفر عن فضح يعني أنت هلأ أعزب وحاضر حاضر لشو؟ كيف لشو؟ لا تتجوز؟ ماما تركيدي موضوع تزاوجها يعني بعدين بنحكي فيه طي كتر خيرك يا رب الحمد الله الحمد الله أن المشكلة خلصت إيه؟ الحمد الله مبروك آي باي فيك حبتي بتصدقوا هايدي أحلى خبرية بحياتي قلبي عم بيرقص من الفرحة عم يبت كتر خيرك يا ماما نحروم نحضر الأكل يلا خلاص يا أختي هلا هي حياتي وعمري وروحي وقلبي هي كل شي هي بتجوزها هي يعني ما بتجوز حدا بحياتي بس لي بعرفه انه ما عم تكذب ع امك عم تكذب ع حالك انت حر تفضنت موسيقى 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 شكراً لكم 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 الحرية اللي استاذ ليس ما بيحبها مش فيروس بتغني بيقولوا الحب بيقتل الوقت بيقولوا الوقت بيقتل الحب حبوا بعضون تركوا بعضون خلصت القصة الوقت هو أكبر عدو لما يسمى بالحب وأنا حول الحب عندي سؤالات كتير نبشت كتير وفكرت كتير وتسمعت كتير وأنا برأيي الوقت هو أكبر عدو للعلاقات بين الناس هيدا الحب اللي بيحكوا عنه بالكتب واللي خلونا سعيد عقل والأخوان الرحباني واستاذ ليس نحلم فيه أنا برأيي منبلش عم نفوت بين الورد ومنخلص عم نفوت بالحطان فبالتالي كل الأساطير يلي نبنت عليها أيام صيبانا بفتكر بتتغير لما الإنسان بيوعى على الأمور بفتكر أنه أقوى ثلاث غرائز عند الجنس البشري هن الأكل والشرب والجنس وأنا بيعتقد من المهد لللحد ما بيتغيره بالعكس بيقوه الإنسان بيأمن استمراريته وبيأمن هويته من خلال أكله وشربه وعلاقاته الجنسية وبيفتكر أنه بيعمل كل شيء ليخدم هول الغرائز الثلاثة بس أنت أعزب أنا مجوز الحرية وما بخونا مع ولا مرأة مزوج ولا مرأة لا أنه كلمة أعزب يعني هاي كلمة أعزب تخضع للنظام الاجتماعي يلي أستاذ الياس بدافع عنه ولي أنا برفضه وأنا بدافع عن حق الأستاذ الياس المقدس بالتعبير عن نفسه بس أنا ضد هيدا النظام الاجتماعي لأن لو هيدا النظام الاجتماعي عادل وجيد ما كان أدى لكل هالحقيد ولكل هالحروب ولكل شيء نحنا بنسميه خيانة بالمجتمع يلي على أساسه قائم المجتمع لأنه هيدا المجتمع الكاذب يلي بيدعي بالدين وبيحلف بأله كل ثلاث ثواني وبين كلمة الله وقالله بيقول الله هيدا مجتمع بيكذب عمرته وبيكذب عبنته وبيكذب عأمه وبيكذب عخالته وبيكذب على اللي خلق الكذب والحقد والبسط والفرح وكل شيء بنحنا بيحركنا بهيدا الكون لهالسبب هيدا المجتمع ما عم بيقدر يستمر لأنه كله مبني على كذبه وهي الكذب الكبيرة اسمها الزواج تنصحوا بالزواج أستاذ الياس أنا هاي ما بالزواج ما فيكي تنصحي حدا تلك هاي موهبة موهبة خاصة والليوم الكون صار له مساحات بالحياة بعده ماشي متل ما هو وراح يكمل متل ما هو رح يضال فيه زواج وزواج نجح وناس ما بدون هيدا حر احساس خاص بالإنسان بس مش معناتها بدي إليك شي الزواج اللي عم بيصير طلاق ومطلق هاي الكذب الكبير اللي إليها إنه المرة عنده عاطفة أكتر من رجال بس هاي الخيانة هي اختصاص بشري ما قالوا جنس يعني أنت بس تخون بتخون مع مرة والمرة بس تخون تخون مع رجال وأنا هون بسجل احترامي للعلاقات من الجنس الواحد ما عندي يعني ما ما نأخذ موقف استقلالي وفيروز ووضيع الصافة وبرودة الجيش برأيك بس لحظة بأنتوان سعد شو اللي بيتحكم أكتر بين اتنين الحب أم الجنس شو بيسيطر أكتر على الدماغ وعقول البشر أكتر شي بالحقيقة هو الحب أعلى من الجنس الجنس بقلب الحب مش الحب بقلب الجنس الحب هو غيطاء كل شي هو أصلا الحاجة الوحيدة الحاجة الوحيدة اللي الإنسان إذا ما اختبره بحياته ما كأنه عاش ما كأنه عاش بس بقيت ما بقى الجنس فيك تحصل عليه أو ما تحصل عليه فيكون عندك عطل جسدي ما بيسمحلك أنك تعملي علاقة جنسية وتعيشي حياتك مبسوطة يعني صحيح ضمن مثل ما قال زياد ضمن المنظومة الحاجات الغرائزية تبع الإنسان سيغمونت فرويد في أهم من سيغمونت فرويد كان يقول يعني الجنس هو محرك الحياة كان يقول جملة أخطر من هيك كان يقول يعني تكوين الإنسان هو دستينات صحيح لكن إذا أنا بقيت على مستوى الغريزة طبعا هو محرك كتير كبير المحرك الجنسي لأنه مرتبط بمنظومة هرمونية وعصبية هايدي كلنا منعرفها وأستاذ الياس قبل شوي قال أنه عند الرجال تفرق على مستوى تركيبة الدماغ هرمونيا وشكلا شكلا الهايبوثالمس يلي هي منطقة المحرك الموسيقار الكبير يلي بيحرك كل المجموعة كل السينفونية الهرمونية تبع جسم الإنسان بيفرز مادة اسمها تستوستيرون يلي هي مرتبطة بيها دافع نحو الرغبة الجنسية عند الرجل أكبر بكتير وهالمنطقة خجمة أربع مرات أكبر عند الذكر من عند الأنسة دكتور رائد برأيك الحب بيكبر لما ما بيكتمل مثل ما شفنا بالقصة أنه مش مكتمل حبه لأنه هي متزوجة وهو أعذب يعني لم يثمر زواجا بيكبر الحب هو لأنه في شي مجهول بقى نور بالدراما كان بحسب ما شفناه أنه أحبه أكثر ما في حيش باليها لأنه ما وصل للي براسه هو مفروض أنه يصله يعني لو وصل كان ارتاح يمكن كان ما بقى فيه يمكن كان صدم يمكن ارتاح يمكن صدم لأنه كان مفتكر شي هي مسألة توقعات الواحد شو متوقع بحياته لذلك سازي الياس توقعاته بحياته الزوجية كانت ملائمة لمنطق ومنطق زوجته بشكل أنه صاروا الخمسين سنة مزوجين وسعيدين حالا تاني بيكون توقعاته مختلفة عن زوجته يستضم بواهم عيات بصير في مشاكل أكتر لأنه حسب واحد شو مصور من قراءاته من المسرحيات الحضرة من الأغاني السماعة من الشعر الأري أنه شو هي الزوج يعني فات على أنا بدي أتزوج وبدو تكون العلامة تسعين عامية وما فوق أولا أتزوج بها تكون سبعين وأنا بدي حافظ على السبعين وأعملها بعدين تسعين عامية الأغلب بفوتوا بيصدموا لأن بفتكروا بفتكرت كل شيء يجب أن يكون سلس سهل سموت سيلن كله تمام لا ملنا مسألة سهلة زيادة عندك الجرأة تعترف إذا عاشت قصة حب مع أمرأة متزوجة عامة بتقي أن أعمل علاقات تتجنب متزوجات بس أكيد استهواني كذا مرة متزوجة مثل كل الرجال بس المسألة الأساسية هي مسألة الوفاء في مثل بالفرنسي بيقول يعني الوفاء بالعلاقات الغرمية ما هن إلا كسل للغريزة الجنسية وأنا أؤمن فيها وأنا بقول أن هذه نقطة ضعف الإنسان يلي ما بتخليه يقدر يستمره واللي بيستمره بيستمره أو لأنه ما قادرين يدبروا غير مرة أو لأنه مصلحتهم المادية تقضي أن يضلوا في ذات البيت ويصفوا في ذات المصروف أو يعيشوا على ظهر الشريك فاصل أعلاني ومن بعده رح نتابع أعزب ظهر مع المحور الثاني هل يمكن أن تكون الخيانة مشروعة؟ تابعونا من تابع أعزب ظهر من سلسلة الحياة الدراما الدكتور رائد أي متى بتكون الخيانة مشروعة؟ الخيانة مشروعة دعنا نعرف الخيانة أول شي أنه في الخيانة الزوجية شفناها بالدراما وفي الخيانة في عدة تعريف لكن دعنا ننتفق أنه كل ما يبقيه أحد الزوجين سراً عن قصد عن الشريك هو بيكون خيانة مثل ما شفنا بالقصة مسموح؟ مثلا مثل ما شفنا بالقصة هلأ هوني كمانا صارت مسألة أنه من حيث من موقف أخلاقي من الخيانة أنه الخيانة خيانة لم أعود تكون مرة مشروعة لكن مرة كنت في برنامج تلفزيوني وكنت يأخذ الصلاة على الهواء وأحدى المتصلات قالت أنا لأسباب وعدد الأسباب المادية وغير المادية والعائلية يعني بالفعل لا يوجد مجال تعطيها ولا نصيحة كيف تطلع من الحالة الزواجية اللي هي فيها قالت هل الشريك العندية هو المتنفس الوحيد قالت هذا الأكسجن طبعي ساعتين بالأسبوع طب تحييتها تستمر كي تستمر تكون أم بدها عطفة يعني هي تلتي تبطل بالدريج وحتى بطل فيها تكون أم لأولادها عم بتقول أنه العلاقة مع الشخص هذه ساعتين بالأسبوع بتخليني استمر على الأقل بدوري كأم هلأ ساعتها مين أنا أو غيري تيجي إلا أنه هذه مشروع وغير مشروع لما تقول هذه تبقيني حية كأقوم بأطفالي تعطيها فإذا كموقف أخلي ما أنا مشروعة لكن نجي منطلع منه أنه بالنظام الأسي اللي حططه المحاكم الشرعي على والمجتمع الذكوري الظالم بحق المرأة خاصة إذا كانت أمرأة غير عاملة خارج المنزل معناتها أنه ما فيها تدفع على محامة لحتى يحصل لها حقها بالزيارات أو بالحضانة لأولادها لأنه وين بدها تروح يعني مفهوم الرجل بسي بهاي دا الموضوع لما تكون عفوا بس سيد لما تكون مفهوم الرجل لأنه هي رجالة المبصطفية لأنه وين بدها تروح أهلا مدية مش قدرين أو أهلا ضد موقف طلاء مثلا أو بعزبة كتير تخليها تطلق أو كذا معينتها كأنه عم بيقول له روح يخليني غسمن عنك فإذا وبكون هو أنه الولاد بحرم من الولاد والمؤسسات الدينية أغلبها داعم بها الموضوع هلأ في فرق بين نزوة جنسية أو حدا بحب يكون عنده كل شي معينتها أنا رجل متزوج أو أمرأة متزوجة ومنفس الوقت عجبني رجل ومش بحسبات الآخرين بحسباتي مكتفية بعلاقتي الزوجية والجنسية من ضمن الزوجية لكن بنفس الوقت صحاح لأنه كون معه ما حدا بيعرف فأذن نحروح بالاتجاه الخياني وللرجل أو بعض الرجال كمان نفس الشي أنه بحضة بيعرف أو حتى إذا عرفت ما فيها تعمل معي شي معيتها بدي من مسألة ذاتة من الشغلة ذاتة كذا مش بس بدي الشقرة بدي الشقرة والصمرة والأخرين حتى لو كان عنده اكتفاء جنسي وعاطفة وفكري بالعلاقة ممكن أنه نشقته يكون أنه بدي من كل شي كتير الزواج مقبرة الحب نعم الزواج مقبرة الحب من بعد 50 سنة أنا لعب أقول لك شي الحب مرحلة مستقلة عندها نوبلاس كبيرة عندها سمو قلت لك إذا تفكير المرأة والرجال جايين هاي دي بدي أقول لك يا نصيب فيها لعبة يا نصيب يا نصيب في ناس لأ في ناس هيك أنا سائب أنه جوازنا صغار لازم نكون نغلط كدنا يعني هي كانت نينا 17 وأنا 22 وخطيفة مش هيك من أول هالشي هالإحساس المقلو علاقة جنسيا أو ما أفكر يعني اليوم اللي بيحب واحد ما عم يفكر جنسيا في ناس بيتجوز وتفكير جنسي هيدا اللي بيغلط بدك تفكر بي إذا ما عنده سمو هلأ لك ليش بيقولوا ناس منهزب واحد بيعرف يحكي بهدوء بيفاهم الناس واحد بيصرق وبيعيد هاي خلقه وهاي خلقه بالجنس كمان الجنس يا بيكون عامل عامل واقي يعني طبيعي مش سور ناترال يعني واحد يصفي بينام وبيقوم هاي بيما لا سوري هيدا حيوان شوية بس إذا عنده المرأة أو البنت اللي حبها عايشي بزيت السيستام الحياة اللي تعرف علي نفس النمط الفكرة والعاطفة إذا فكر يمكن يا أختي يكون مسافر وظهر مع وحدة وما حدا عارف مش هاي تعرفي إنه إذا مزبوط تعيشه مرته بهاللزة المحبة خلينا نسميها غير الحب الحب عم يفوت معه الجنس هاي المحبة تعرفي أوقات بدغري تعزبه ضميره بس يخلص وتخلص لها بيجي عراسه ندم صغير كبير وكل مرة بتنعادز شغلي تقلك لأنه مش إذا بيعملها إذا بيقوى بس يخلص بس ما عنده عاطفي لمرته لشي معنات هيدا لأنه إسمع نزو وما فينا نقول هذا نظام لازم يمشي نظام هايك مثل أنزمة الكون كلهم كزابين وبيقتلوا العالم فين يعلق لأ بس رح نعلق بس رح اتواجه بالسؤال لأنتوان سعد بـ 92 الكاتب الأمريكي جون جري أصدر كتابه من أرد من مارس ومن أرد من فينس حسب تركيبة الدماغ الرجل والمرأة مين بيكون أضعف أو مين بيكون أسير أو عبد للحب أكتر ما فيكون عبد للحب لا هو ولا هي بيوقع أسرع الحب بيحرر إذا كان حب حقيقي بحب بيحرر يعني بعدين مقبرة مش مقبرة الحب بالعكس هو ولادة كل لحظة بلحظة بيخلق فيها الإنسان عن جديد الحب الحقيقي هذا ما نحكي فيه ياللي نادر وجوده مع الأسف لأنه بده تعالي كتير بده سموه يعني هو الأشياء يلي بدنا نتحرر منه من الطابق الأول تبع الدماغ تبعنا يلي هو الدماغ الغرائزي نطلع على الطابق الثاني يلي هو الدماغ العاطفة ونطلع كمان على الطابق الثالث يلي هو الدماغ الواعي المنطقي يلي بيتوازن مع العاطفة لحتى يقدروا اثنين يسيطروا على الغريزة بس يصير فيه عندك ديناميكية هالسوليسية متناغمة ومسيطرة على حيك ساعتاً كنت من مارس أو كنت من فينس بكل الأحوال انت شخص إذا فيه عندك سلام داخلي وعندك وعي على ذاتك ما بقت عيش بشي اسمه بدي أهرب من شي أو بدي حقق شي الإنسان عيش بصراع من هالشغلتين يا بدي أهرب من شي مش تحمله مش طايقه يا بدي أحصل حقق شي ما عندي إيه بس إذا بتقليله لحظة رواء شوي خلينا ننتبه أكتر خلينا نعمل فوكس أكتر شو بيصير فيه ساعتا بيعرف إنه يلي هو عم يهرب منه مش موجود ويلي هو عم يسعى ليحصل عليه عنده إيه أصلا طب الحب مين أضعف رجال أو مرة بتركيبة دمائك الحب الحقيقي بقوة اتنين إذا كان حب حقيقي والحب اللي مش حقيقي لحسميه الحب الفيكي اللي هو تسميته المظبوطة إدمان عاطفي يعني حب لذاتي عمله أسقاط على غيري وسميته يعني شلت الشعور تبعي الحلو يلي عم عيشه وحطيته بمسئولية الشخص الآخر إنه أنت بحبك أو أنت بحبك حطيت حملت المسئولية وإذا شي مرة تغير سلوكهم أو ما عجبوني تصرفاتهم بيفقطوا الضغر بيسقطوا من المعادلة ما بوش بدي إيهن هيدا مش حب هيدا هيدا إدمان عاطفي فأت الشعور يلي فكرت حالي إنه هني سببه وهن مش سببه أنا السبب تبعه وأي شي بحس فيه أنا السبب تبعه إن كان حلو أو مش حلو أنا السبب تبعه بس حطيته عليهم لحتى لأنه ما قادر إنه شوف حالي بشكل واضح ضمن المنظومة الكونية اللي كلها موجودة نحنا ما نفكر العالم موجود بره لا العالم كله موجود جوا داخل وكل شي نحنا عم نتعامل معه عم نتحرك من خلاله ومنهم الحب وغير الحب الافتتان يعني برأيي أكتريت الناس بعيشوا افتتان افتتان يعني جاذبية بحس إنه شدتني هيدا أو شدني هالشخص نقطع السطر وبسميه حب بس هو مش حب هيدا بعدين بيصير فيه شي من سميه انتميسي يعني انتميتين حمامية حميمية حميمية بصير كتير شخص بيخبر التاني كل شي بصيرك تحبوا يقضوا مع بعضهم يقضوا وقت مع بعضهم إلى آخره خلصنا من الجنس اطلعنا على القعدة سواء والمشاركة بالمشاعر والأحاسيس وآخر شي المرحلة الثالثة يلي بتخلي استاذ الياس أو غيره يستمروا على المدى الطويل بعلاقتهم خمسين وستين سنة هلو الأشخاص لأنه وصلوا لمرحلة الثالثة يلي يكتمل فيها الحب اسمها كار وكميتمنت شو يعني التزام واهتمام التزام واهتمام بتكمل الحميمية والجاذبية الجنسية هولي كلهم سوا بيعطوك شي اسموحوا بحقيقة زياد نجام الزواج بالنسبة لك سجن أو قمع حرية مضبوط فيني أعلق على الشباب أعلق بس عندي سؤال من بعض ما أتعلق أول شي على قصة الدماغ يلي السامي يلي بيقمع الدماغ الغرائزي في جملة يمكن لسبينوزا بيقول فيها يمكن مش أكيد أفضل طريقة تخضع للطبيعة تخضع للطبيعة ما تحار بيها فبالتالي أكبر غلطة نفسية وجسدية ومعنوية واجتماعية إنه إذا الإنسان عنده غريزة إنه ما يخضع للغريزة هلأ كيف بيوصل للغريزة بطريقة حضرية أو غير حضرية ده غير أمر بعدين اللي قاله أستاذ ليس وسألتيه إنه هل الزواج ومقبرة الحب أنا بقول الحب يموت بلا جميلة الزواج بحسك بتقول الحب يموت من قبل ما يخلق بيقولوا الحب بيقتل الوقت بيقولوا الوقت بيقتل الحب عاصي ومنصور قالوا وقبلي وبعد مئة سنة رح نضل نرددها يعني الوقت الوقت هو الله بس نحن ما بنعرف إنه الوقت فينا وقال الله فينا من نبش عليه وهو فينا هو الوقت الوقت بيقتل كل شي وبسطح كل شي بسطح هول المشاعر وأنا برأي هول الكلمات الكبيرة مثل الحب مثل الوفاء مثل الخيانة أنا برأي لازم نرجع نخترع معجم جديد للمفردات نرجع نعرف عن جديد شو منعني بالحب وشو منعني بالخيانة وأنا بقول تعليقا على تفضل فيه الدكتور رائد عن قصة الخيانة أنا بقول أخطر من خيانة الآخر هي خيانة الزات لأنه لما أنا بشعر إنه أنا بشتهي أو عندي شهوة نحو أمرأة معينة وما بشبع هالنهم أو هالشهوة بكون عبخون نفسي مش بكون عبخون شريكي يعني فيه خيانة ظاهرة وفيه خيانة غير ظاهرة ولكن هالندم اللي حكيوا عنه كمان الشباب هو نتيجة هالشعور بالزنب اللي زرعوه رجال وعلماء الدين من 2000-3000 سنة ليتحكموا بعقول الناس ونجحوا طب زياد بصراحة بس مش معين بصراحة بصراحة لأنا بحكي غير بصراحة بدي أصرح شي مرة سمعتيني بحكي غير بصراحة عم تدفع ماينلي بيحضروا الحلقة من بعض مسجلة بيعدلوا قد ما بيقصوا الصراحة تبعيتك عم تدفع تمنع زبيتك ولا لا لا أبدا لا هيدا الصراحة اللي بتجيها كذا مرة بتحكي انك عايش وحيد وبالوحدة والإنسان لوحده مفي عايش هلق بتقلي عندك أصحاب بس أنه الوحدة الوطنية لا هلق عم بحكي الوحدة الانسانية العاطفية الزوجية في كتير ناس عايشين سوا جان بول ساد كان يقول نو فيفيون انسانبل سيباريك إن عايشين سوا بس تركين بعضنا هو وسيمون روبوروان ما بنده هلأ لا 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 عم قل لك انه فيك تعيش فيك تعيش فيك تعيش لا منتعلم من الفلاسفة والمفكرين أنا بتعلم هلأ إذا غيري الليبناني بيعرف كل شي يدارس كل شي لا أنا بتعلم بتعلم من كل شخص بيحكي بس اللي بدي أقوله إنه اللي بيعيش مع مرة مش بالضرورة ما يعود يشعر بشعور الوحدة في كتير ناس بيعيشوا مع بعضهم بس وحيدين لأنه ما بيعملوا كومنيكاسيون ما فيه تفاوت بالأفكار ما فيه طليقة بالأحاسيس وبالأفكار دكتور رائد بالدراما اللي حضرناها البطلة نور عم تشعر من الزنب لأنه ما عم تترك مجال لحبيبة البطلة هلا صاري عم تشعر بالزنب لأنه ما عم تترك مجال لحبيبة أنه يروح يتجوز أو ينغرم ويأسس عائلة قده هي هون بتحس أنها أنانية بس مهم هي مأمنعة حالة متجوزة وجوزة موجود اجتماعيا وفي عندها ولاد وأهم شي أنه ما يعرف ولادها لأنه بتقتل حالة صحي لأنه عرف حالة عم تعمل شي غلط هلأ هايدي الشعور بالذنب لأنه لأنه هي عندها الحياة اللي مفروض أنه برأيك الإنسان يكون عنده إياها أنه زوجي أو زوج ولاد بقى هي عندها الزوج وعندها الولاد عندها كل شي وفوقه هيدا عندها الشريك نور وهو بلايها ما رح يقدر يعمل لها شي هيدا هيدا تمثيل مش تمثيل يعني بالدراما تمثيل يعني إذا أنت بالفعل القدي ذنب فإذا ما علي إذا عانيت شوي إذا برأيك هو بحقله أنه ينطلق بحياته إذا هو بيقدر ينطلق بحياته بدونها وهو بيقدر بس إذا هي فعلا بتحبه لازم تتركه يعني تخلى سبيله يروح يشوف حياته وتأسى على حاله لأنه كثير أنانية هي طب أنا حاصلة على كل شي بس أنت ما عم خليك تحصل إلا على غيري أنا هل هي هون ما عندها مشكلة عندها بعض النساء يعني وهي ما بتحب زوجها فإذا بغض النظر إذا عندها أولاد وإذا هذا الشي رح يصدم الأولاد أو لا هي بتحبه ومفروض تتزوجه وزواجها من زوجها تمثيل يومي وفي نفس الوقت مثل لا يحتفى لأولادة بالنسبة لصورة الزوجين بقى في كتار بيبقوا بالزواج كرمال الولاد بيكونوا عم يقزوا لأولاد هي هون مدرور يكون زوجها عم يضربها كل يوم تقول أنا باقي كرمال الولاد فإذا هي هون باقي كرمال الولاد إذا هذا حالي حقيقي عم بتصير وعم تقزوا تقزي أولادة بتقزي الجوزة بتقزي العشيقة اليسر رحبان ما حدا راضي ما حدا مقتنع يعني لا الأعزب راضي ولا المجوز راضي شو اللي تغير بالمجتمع بالزمنات كنا نشوف مثل هلأ النقصتك مثالية فعلا 50 سنة اسم الله اللي وفقكم مع بعض أنه منسمع يعني بعض الحالات من المتزوجين أنه عايشين بسلام وبعض في حط شو اللي تغير هلأ ما بقى حدا يعجبوا العجب لا نفس الشي النسبة تقريبا أني ممكن شوي زيدي بس أنا بعرف بالحياة مرئة بالحياة بنية في ناس يعيشوا هاك ورح تدل الأمور سير إلى النهاية بهالطريقة ويرجع يجي ناس يحكوا مثليك ويجعون مثلنا بعد 50 سنة و200 سنة نفس ما رح يتغير شي بتحس حالك عملت وجبتك بالحياة مش عال عم فكر بوجبتك لأ انو جبت أمنت استمرارية اسمك يعني غسان الياس الرحباني رح يضل موجود حتى ما سر مينا الياس أنتوان سعد ليه ببعض الحالات الرجل بكون عارف بخيانة مرته وبيضل ساكت بس لحتى أول شغلة بالنسبة لجيوبك على السؤال كان في شخص ناطر على بيب مستشفى مرته لتخلف طلع الحكيم قاله شو كنت متوقع يجيك قاله صبي قاله بدي تأسف اجا بنت قاله ايه تمام لأنه هذا كان خيار التاني معناته انو الانسان لازم يعرف عن جد يرضى بالاشياء ويكون ينبسط شو ما كان حتى لو لأنه يمكن اللي هو بده ايه ما يكون مناسب لأله اللي ما حطه برأسه يكون أنسب لأله بكتير سؤالي كان على بالنسبة للرجل يلي بيكون عارف بخيانة مرته وبيضل ساكت لك ما في شي إله معنى إلا اللي انت بتعطي إله معنى يعني فيه شغلة كتير كتير عظيمة ومهمة بس انت ما عطيت ايه أهمية بتبطر عادية وذا شغلي صغير كتير بس انت شفتيا انه هايدي كارسة نهاية العالم بتضيعي ما بتعطي تعرف شو بديك تعملي معناته إذا هيدا الرجل بيعرف يمكن بيرايحه انه ما يعرف وبشكل واعي أو مش واعي بكفي حياته هو بدي يحافظ على مرته وإذا مرته عم بتتصرف بشكل غير مناسب لإله فيه يتقبل هالشي هو لأنه العلاقة بينه وبين مرته أسمى من انه اشياء من هالنوع ممكن انه تخسره أكتر بكتير مثل واحد مثلا بيقول أنا مستعد لقطه ش إجري على اني موت إنه إذا خسر إذا عملت حادث يعني الكحف أفضل إنه إذا هو ما عنده الإدراع إنه يتعاطى مع هالواقع بشكل مناسب لحتى يضلوا وين وين يضلوا ربحان على المالتين مش إنه كرامتي وبخسر حياتي كلها مثلا يعني في ناس كل حدا عنده يعني أنا ما فيني حط حالي محل حدا بس أنا بفهم كل حدا ليش عمل أو ما عمل يلي كل الناس بفكروا إنه لازم يعمله ما في حدا لازم يعمل شي ما في حدا لازم يعمل شي بس كل واحد يعمل يلي هوا علينا ومن بعده منتابع الحياة الدراما عزوبية أم زواج تابعونا امتابعين بالحياة الدراما بالمحور الأخير والسؤال جديد لزياد نجيم الدراما خلصت انتهت مثل ما بلشت لو أنت كنت محل البطل نور شو كنت عملت محل البطل نور أنا أصلا ما كنت هلأ ما رح تكون أوكي لا بس ما كنت عملت علاقة مع مرة بتقبل برجال بيقبل أن يكون مخدوع يعني يعني مرة بتقبل بهيك رجال ساكت هلأ رجال ليه ساكت ما بعرف بس بالحب فيها لأ التفاصيل أو لأنه ضعيف أو لأنه مش عارف أولى أنه دفتر الشيكات باسم مرتو يعني المصاري هي بتتحكم بكل شيء بالسناقة هلأ أكيد في رجال عندهم شخصية قوية وفي نسوان عندهم شخصية قوية يعني هيدول أنا برأي تفاصيل ما قلة كتير طعمة يعني بس أنا محله أصلا ما برطبط ما بحاول ارتبط بمرأة عندها تعقيدات بحياتها يعني أول تعقيدة أنه مرتبطة بعقد زواج رسمة والتاني تعقيدة والتي هي الأهم أن الولاد لأنه أنا آخر هم عندي جوزة يزعل بس مش آخر هم عندي أبدا أنه الولاد تتخربت حياتهم أنا عندي شيء مقدس بحياتي هو الإنسان المسن والولد لأن هون لا قادرين يدافع عن حالهم ولا قادرين يأمنوا مع عيشتهم وبالتالي جريمة كبرى أنه تعرض مسن أو ولد للحزن أو للوجع النفسي أو للوجع الداخلي مشان علاقة ممكن تكون عابرة وممكن تكون ما تستمر وبالتالي أنا أصلا ما كنت عملت علاقة مع هذه المرأة أطوان سعد هل منفتقد لسقافة معينة لتكوين علاقة متوازنة بين الرجل والمرأة طبعا مية بالمية ما فيك تعمل أي شيء لا علاقة ولا غير علاقة إذا ما عندك سقافة ووعية على ذاتك كيف أنت مركبة شو حاجاتك شو رغباتك كيف تتكامل كيف تكوني سعيدة بدون ما يكون عندك شخص آخر هو بيأمن لك السعادة يعني هايدي أكبر كذبة أنا بعرفها بيتحك الإنسان فيها على حاله هو أنه يعني السعادة المستوردة يعني أنه إذا ما كان عندها الشخص يلي بسمي حالي بحبه معي أنا رحيش تعيسي كل حياتي أو تعيسي كل حياتي هايدي ما بتصير أنه ممكن عوز الخباز لأكل خبز ممكن عوز الجاراجيست ليزبط لي سيارتي بس بس ما فيني عوز إنسان آخر والله لأنه سعادتي وقفة على وجوده وتعاستي على غيابه يعني هايدي هايدي قصة هايدي بتدل على أنه السقافة العاطفية بالتحديد ودكتور رائد بعتقد بيوفقني الفكرة لأنه خبير بهالمجال أنه السقافة العاطفية هي محور أساسي لازم بالمدارس تنعمل لازم بيعني يعني حتى بدروس الدين لأنه الارتباط الديني بكل الأديين مبني على ارتباط عاطفة مش على شيء تاني هلا بعض بعض القناعات البليفس منسميها بس يلي من أساسية مقاراتا بالعلاقة العاطفية بين الإنسان والخالق طبعه عبر مؤسسات معينة بس بكل الأحوال الفكرة الأساسية أنه السقافة العاطفية هي رأم واحد لحتى الإنسان يقدر يضمن أعلى مستوى من نجاح أي علاقة زواج أو خارج زواج اليسر رحباني كيف قدرت وجهت أو تحدات الإغراءات يعني وجهتك خلال حياتك الزوجية أكيد نسواني كتير يمكن كانوا حواليك بغمرون شوي غير الغمر كيف تغمرون نسواني نشوف حركة الإيد يعني بس غير الغمر غير الغمر الأخوية والبوسات الأخوية أهلا كيف فيك كيف سوحتك هاي هي ولا مرة تخطيت شو بدك بشغلي نحن مغلط نقلنا علاقتك شبه مش سلي لا أنا اي لا لأ بعد حالي زلمي لك أنا مرة عمقول لو لو يسوع تجواز كان خلط أكتر مني لأن أنا زلمي مغلط وعندي أولاد والحرب والحروب ودل تمحافظ على شي تاني على أخلاقي مع الناس المحبة التانية اللي هاي غير الحب بس الزوجي المحبة تجيها الآخر وأنا مصر صار إلي 40 سنة بحكي عن محبة لأخواننا للشر الأوسط المسلمين وأنا هالمحبة اللي هن عملي اللي هي من وراء مش لأنه بعمل موسيقى من وراء فكري اللي هو بخلي الإنسان سعيد وحده يتعلم على سعادة حاله لما بتفرز محبة للآخر وعم تحكي معه بتصفي عندك نور داخلي هيدا لو قلنا حلقة بقلك عنه خلي يتعلم الناس وبيلاقوا بس يجربوا رح يلاقوا نفسهم مرتاحة إنه عم يحكم مع الآخرين عم يعطوهم شي حلو بفكره هو وهو بصير سعيد والآخر بصير يتعلم السعادة لشان هيك لما الحب بينبع منك ما انه مشروط أما إذا بتنتظروا من غيرك لح تحطط له كتير الشروط صحيح دكتور رائد لماذا الخيانة اليوم صارت حالة بطلت استثناء وإذا أنت كنت كاتب هالقصة أو هالحلقة الدرامية كيف كنت بتختمها بالنسبة للشق الأول يعني دائما كان فيه خيانات دائما هلأ صار فيه يمكن صار فيه تباهي بالخيانة تشجيل يعني بالعرب الدارج الواحد بيججل لا يعلموا من كاية المرأة زوجة تخون في السابق دون أن أحد يعلم أبدا بتاتا هلأ بتخبر بيكونوا بدائرة صديقاتها بيعرفوا بيعرفوا بعلاقتهم وبيحموها وبيأمنوها لقاء معه وإلى آخر هلأ كمان نفس الوقت فيه عدم قناعة أكتر من السابق يعني نسير نحو تحشيء كل شيء بمجتمعنا فالماده مجتمعنا بما معناه بدي أفخم سيارة أفخم بيت أفخم الآخرين يعني الغيرة والشوء آف والمظاهر بدي لا أكتفي بشريك واحد أو شريكي واحدة مثل ما ذكرت سيبيعا صارت أنه الطمع عدم الاكتفاء والواحد ضايع ومجتمعنا عم بضيعنا أكتر فبقمنا صارت حالي لأ صارت ينحكى فيها أكتر دائما في خينا وكيف تنهي القصة؟ القصة أنه هلا الزوجة بدأ بدأ حدا يساعدها بموضوع شو بدك من الحياة شو بدك من زواجك من زوجك وشو بدك من نور نوع من الإرشاد التوجيه كونسلين بدأ معالجي للوضع ونفس الشي بالنسبة لنور يمكن هو يهيأ له أنه حلمه أن تكون هي زوجته ويمكن يكون مصدوم بعدين بالنتيجة بتطلع وبيفتكر أنه ما في عيش بالها ما في حدا ما في عيش بالها هل طبعا أنه ما في يقول أنه بيكون كتير سعيد ويمكن أسعد إذا كنت معك بس ما في الواحد يقول أنه بلاك ما ممكن أنه أن أستمر أن أستمر بالحياة أو أنه حتى ما عم يترك لحاله هو جرب هو يجرب أنه يطلع مع صبايا وخريات لكن ما يجرب ما فيه يجرب طالما هو علاقة معه مثل ما هي ما فيها تجرب أن تنقذ زواجة طالما هي على علاقة معه وتقطع علاقة معه وتنقذ زواجة وهو تجرب مع أحدا بدي يكون قطع بدي يوصل لقناعة أنه هيدا بالمنطق ما فيك تحصل علي إذا هي شيئا تحصل علي أنتون سعد شو النصيحة اللي بتعطيها لكل الأشخاص اللي عايشين هيدا الحالة حالة نور وهلا يقرروا يتطلعوا بحالهم أكتر يوقفوا قدام المراية أكتر هوني ذكرتيني بشغلة كان فيه واحد إنجليزي واحد إيرلندي عم يحكم مع بعضهم بيقل له الإنجليزي أنا خلقت إنجليزي وعم عيش إنجليزي وبي دي موت إنجليزي قال له الإيرلندي غريب ما عندك ولا جنس الطموح حقتك معناية الإنسان إذا ما بيقرر يتغير هو يطلع بحاله ويقشع حاله إذا بدلو يطلع بغيره ويطلب من غيره يعملوله يلي هو برده يلي هو بيرضي رغباته اللي هو بيخليه حس بشعور حلو هو بيحس فيه هذا الإنسان لو حيضله عايش بحالة عطش دائم لأنه النبع البرة بأي لحظة ممكن يخلص تنقطع الماء تنقطع الكهرباء تنقطع الماء بس النبع الداخلي بالمعرفة الزيت ما إلى نهاية لأنه كل شيء موجود بالإنسان وكل شيء برات الإنسان هو صنيعة الإنسان مش هو حاجة الإنسان دكتور رائد بعد خبرتك بالحياة هل لازم يكون الزواج أولا مبني على الحب أو أولا على الأناعة على الاثنين يعني لو واحد بيكون ترزقلنا الحب والباشن بالأول الغرام والشغف بالأول هول يمكن أول سنة سنتين ثلاثة من الزواج بعدين رح يروح مش الأناعة بتحس أنه أهم كون أنا مقتنعة بالشريكة وهو مقتنع فيه لأنه هول بيخله الاستمرارية دون مزبوط بس بالواحد ما بيكون فيقى له المسألة بالأول بيكون فيقى أنه أنا مقتنع القناعة مبنية لأنه في حالة الشغف يعني ما بيكون قاشع بالأول صحيح لذلك وهون بمجتمعنا كتير بيقولوا أنه الخطب اللي بتطول بتفسد العلاقة ويمكن في حصول أكتر أنه تنفصل هي لأ لأنه صار في أناعة على مدى الوقت أنه هذا ليس الشريك أو الشريك المناسبة إليه راحة حالة الشغف التي تصدر العلاقة بمطلعة فإذا صار رأي الأكتر يتحكم بالموضوع بالعكس فإذا الخطوبة مفروض أنه طول يعني مفروض دائما منقول أنه سنتين على الأقل من التفاعل الشبه يومي مع الشريك أو الشريكة لحتى الواحد يقدر يأخذ يعني بالعرف في المجتمع أنه خطبوا علاقة هي التفاعل مهم أنه العلاقة يعني في ناس تزوجوا ويختبروا ويخطبوا لأن المجتمع يسمح أنه نطلع قدام الكل ونفوت على العائلة والعائلة تفوت علينا نسميها خطباسية إذا اثنان عبتوا 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 مشاكل شبه يومي بحكم من هذا ما يسموه عادة خطبة الزواج ما عندي مشكلة أنه غير ما فيه إلا الأهبل ما بيغير أنا برأي بس أنا برأي لازم نغير كل المفاهيم يلي نحنا بينين علي كل أناعاتنا بالحياة يعني زواج عوزن زوال سقافة عوزن سقالة الحب الكذب الخيانة أنا برأي هول كلهم مفاهيم وضعوهم الناس وحبسوا حالهم فيهم وصاروا مرتهنين لإلهم مثل اللي عنده عقيدة سياسية أو عقيدة دينية ما فيه يطلع منها لا يعرف الآخر إذا بيقدر يعطي شيء منها فبيتعصب وبيتقوقع وبينعزل وأنا برأي كل الناس المزوجين وغير المزوجين يعني أنا ماني مزوج بس ما بحياتي قلت أني ماني قابل للزواج بس سأليني أي نوع زواج نوع الزواج زواج الحرية لا مش زواج الحرية هلأ زواج الحرية لأنه ما في حدا محدد بحياتي بس إذا إمرأة أنت قدرت إنسجمت معها أكيد منيحة وإذا إمرأة أنت إنسجمت معها وحبلت ما رحكب بالولاد بالزبالة حلقتنا انتهت للليلة أنا فعلا بدي أتشكر وجودكم معنا مرسي كتير زياد نحنا منحترم طبعا أراءك وأفكارك مرسي كتير دكتور أنتوان سعد على كل المعلومات القيمة اللي عطيتنا إياها الليلة دكتور رائد نحسن نتشكر وجودك معنا الليلة والفنان اليسر رحباني كمان نحنا نفتخر بالتجربة المرأة فيها بتشكركم أنا الليلة إنك تبقى أعزب أو تتجوز هيدا حياتك وإنت حرفية بس انتبه ولا مرة بتقدر تعيش الحالتين مع بعض لأنه بهالطريقة أنت عم تضمن الفشل لعلاقة غير مشروعة مع إنسان مش لقلك فما تلعب بالنار لأنه بآخر ترح تحرق أصابيعك نلاقيكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة مارسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر